الفيديو بتاعنا النهاردة جامد هقولك اللي في الطبق ده ايه ده حب الرشاد وبيزرق كتان وقرنفل الطبق التاني فيه ايه فيه بون وفيه حبة البالكة وفيه شاي هنعمل احلى شامبو هنعمل شامبو لشيب الشعر ايوه هنعمل شامبو لشيب الشعر ودي حنق بيجون وده حجر اسود اللي هيقولي الحجر الاسود دوك بيوقع الشعر لا لما بيخش في المكونات تانية يا جماعة ما بيوقعش الشعر احنا هنعمل رتل شامبو رتل شامبو لشيب الشعر انا جبتي نص رتل الاول مية كده حطيت فيها المكونات بتاعتي وهحطها على النور وهقولك بقى هنعمل ايه وهحط كده كمان نص معلقة حجر اسود هيخليلك شعرك ده اسود ليل هيخليلك شعرك جميل من اول ما هتخسليه هتبص تلاقي شعرك لونه اتغير هتبص تلاقي لو انت عايدة اللون البني هتسيبيه لمدة ثلاث ساعات على شعرك انت هتحطيه على شعرك وهو ناشف وهتسيبيه شوية وبعد كده تخسليه شامبو عادي وبعد كده تعمليه بالبلسم بص الشامبو عامل ازاي الله لعج مال عليك يا ماما نونة تمالي بتجنب الجديد ماشاء الله هيملى الفراغات هيطولك الشعر هيشلك القشرة هينعملك الشعر هيشلك التجاعد من الشعر هيخليلك الشعر هيتمنع خالص من شب الشعر يعني مش هنخلي شب شعر ايوة من غير حنة من غير كيموائيات من غير اي حاجة هتفرجي على الفيديو وعمليه زي ما هقولك كده بالظبط وتفرجي على الجمال بقى والسحر اللي معانا انا هوليك كمان بيرغي ازاي انت هتخذي حبة كده على ايديكي وتملسي عليهم على شعرك وهو ناشف بس ما يكونش فيه زيوت وتسيبيه بقى شوية على شعرك هتسيبيه قد اي اي هتسيبيه ساعة ساعتين تلاتة مش هيحصل لك اي حاجة من غير كيموائيات من غير حنة هتخلي الشعر اصود الممنونة ايوة هيخلي الشعر اصود هتخسليه كم مرة هتخسليه يوم في يوم ما فيش بالشامبو بتاعك ده بعد كده بقى زي ما انت عايد عايدة تختليه كل يوم عايدة تختليه كل اسبوع هيمسك في شعرك وهيديك اللون الطبيعي معايا خمسين جرام تكسبون معايا خمسين جرام تكسبون انا حطيت نصي ما لقيت بس ملح لمون علشان يتفكك معايا بسرعة هقلب بقى كده كويس لحد ما تكسبون يعمل مني خالص ويسيب مني خالص انا هنا حطى نص رتل مية وحتى نص رتل مية يا جماعة بيغلب المكونات بتاعتنا ابقوا تنسوا ده هقلب بقى كده كويس انت لو انت عايدة تحطي الخمسين جرام عليهم نص رتل مية وتخليهم من بالليل ما يجراش حاجة بص هو برضو بيدوب معايا على طول عشان حطيت نصي ما لقيت ملح لمون كده بقى اقلب كده كويس ما شاء الله شامبو للشعر شامبو لشيب الشعر شامبو هيخلي شعرك ده في منتهى الجمال هيخليه زي الحرير لان فيه مكونات طبيعية انا هنا غليت المكونات بتحتي وهصفيها بقى بصوا انا جبت مصفى وجبت شراب شايفين بقى اللون عامل ازاي الله عالجميل هيخلي شعرك ده في حتة تانية سدقين انا كده بننزل من الشراب ليه علشان ما فيش اي شوائب تنزل معايا فاتبوز لقى الشامبو بتاعي كده بقلب كده كويس التكسابون بتاعي طبعا ساح خالص ما بقاش فيه اي حاجة انا هنا بقى بصوا انا نزلت كل البهاريز اللي في قلب الايه اللي في قلب بقى العصارة بتاعتي العصارة اللي نزلت كلها من ايه بزر الكتان وحب الرشاد لو سبتيه هيعمل مادة جيلاتينية فانا على طول بننزل وهو سخت في قلب المصفى وهرجع حطه في الشراب علشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة الحب الرشاد ومزك التانية يا جماعة ده حلوة جدا جدا لفرد الشعر بصوا هنا وشايفين اللون عامل ازاي سبغة طبيعية للشعر من غير اي كمويات من غير اي اكسجين من غير اي بقى بهدلة لشعرنا بجد كنا بنبهدل شعرنا بكدر الكمويات بتاعتنا انا هنا هحط شوية حنة بايجون حنة بايجون دي جميلة جدا بتدي لون البنية على فكرة يا جماعة حلوة جدا جدا مش هتحطي منها كتير هتحطي منها شوية صغيرة اللي هيخش ويقولي الحجر الاسود بيوقع الشعر بيتلف الشعر لما بتحطي معاه حاجات تانية خلاص ما بيدرش شعرك في ناس يا جماعة بتاخد الحجر الاسود ده بتحطه في مياه مغلية ويكفي قوي وبتحطه على على شعرها فعلا ده اللي وقع على شعرها فعلا انا بقى هحطي هنا هوك معلقة ملح طعوم معلقة ملح معلقة كبيرة كده ملح طعوم انا طبعا ايه نحطيت كم معلقة كده بس انا مش هاخد منهم كتير يا دوبك هيلف معايا الشامبو هيتقل معايا الشامبو خلاص على كده في مكون تاني انا هحط هقلب بقى كده شوية شوية انت قول ما بتنزلي بالمياه بتاحتك ده خلاص بصو بيلف معاك وبيتقل معاك بصو انا لسه الملح لسه في قلب الكباية انا خدت حوالي هي معلقة بس ما تحطيش اكتر من معلقة شايفين العزمة شايفين الجمال شايفين الحلاوة شايفين بجد بجد هيخلي شعرك في حتة تانية خالص تستخدمي بقى الشامبو دوت ومنتهى الجمال بجد يا جماعة شامبو حلو جدا انا سألت عليه فعلا لقيته غالي لقيته غاله جدا طب وليه طب ما احنا بكل حاجة هنعملها في قلب البيت هنوفر وهندبر مع بعضينا وهنعمل حاجتنا بطريقة كويسة بطريقة صحية هحطي بقى خمسة جرام زيت جريسلين جريسلين حلو جدا جدا للشعر انا هحطي حوالي خمسة جرام حطي التلات معالي كده هم بمقدار خمسة جرام وهحطي بقى حبت مصدف كده هو اولا مش محتاج بقى مصدف ولا حاجة بس انا هحطي كده بقى لزوم الدلع بتاع شغل ماما نونة الليبي كويس يا ماما نونة وشوف العظمة والجمال والحلاوة بتاعة الشامبو بتاعنا هيخليلك شعرك في حتة تانية هيخليلك شعرك ده حريرة هيمنى الفراغات هيشيل التجعيد هيغطي شي بالشعر شعرك كتير الابيض هيغطيه هيديكي لون مساحل لون جميل بجد بس شايفين اللون عامل ازاي؟ خطيه على شعرك ساعة ساعتين مش عايزة اسود خليه ساعة بس شايفين انا عملت الكمية عاملة ازاي؟ شايفين العظمة والجمال والحلاوة شايفين لما قاعد وهدي بقى كده بصوا التصديفة بتاعته عاملة ازاي جميلة ازاي؟ وصلتي معايا لحد كده اوقعتين ستقولي عاش يا ماما نونة وما تخليش علي بلايك وكمنت حلو اللي انا حطيت دوك خمسة جرام ريحة اي ريحة زيتية عندك عايدة تحطيها حطيها بجد حاجة كده في منتهى الجمال حاجة انا كنت بجد اتصدمت لما عرفت سعره برا بكام؟ لا طبعا غالي طب هون الشريب ان غالي ليه طالما اعرف اعمله في قلب البيت هيخلي شعرك جميلة هيخلي شعرك حرير اعمليه في قلب البيت تلع معاك حلو ما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة وتقولي عاش يا ماما نونة شايفيني الجمال والحلاوة والعظمة؟ تجد بجد حاجة كده في منتهى الجميل حطيه على شعري ناشف حطيه على شعري ناشف وحطيه وبعد ما تخلصيه خالص قعديه ساعة ساعتين وبعد كده اخسلي شعرك هيبقى في منتهى الجميل اللون الطبيعي بتاع شعرك هيرجع زي زمان شايفين الحلاوة؟ بجد هوريكو كمان حبة كده من الرغوة بتاعته حطي شوية كده على شعرك وتدليكي بيوم شعرك وتسيبيه بقى شوية كده على شعرك الله الله عليك الله عليك يا ماما نونة بجيه بجيه لكم افكار ياريتكم ما تبخلوش علي بلايك وبشير وتشايروا الفيديو دا وكلكل حبيبكم وزمانيلكو عشان يستفادوا زيكم بالزرق واي حد يا جميع عايز اي وصفة يكتبلي في الكومنت وانا هعمل لكم الوصفة اللي انتوا عايزان شايفين الرغوة؟ تنسوش تحط اللايك وتنسوش تكتبوا من كمانات